موسيقى بإشراف ومتابعة مستمرة ومباشرة من قبل السيد قائد عمليات كربلاء المقدسة ينفذ أبطال لواء مغاوير قيادة عمليات كربلاء المقدسة والقطعات المنحقة به واجبات ليلية ونهارية تتمثل بتفتيش العجلات والأشخاص والتأكد من المستمسكات الثوتية اليوم كانت عندنا عملية مميزة اشترك بها كل القطاعات التي ذكرناها آنفن إضافة إلى إسناد من قبل فرقة القوات الخاصة بتفتيش ومسح قاطع المسؤولية عثرنا على كدس للعتاد أثناء التفتيش هذه الواجبات الاستباقية كانت بسبب قرب زيارة النصف والشعبان المباركة حتى نأمن قاطع المسؤولية ونأمن قدوم وعودة الزوار بسلام من المحافظات إلى مدينة كربلاء المقدسة ويقوم الواء مع تشكيلات الحجد الشعبي وفرقة القوات الخاصة بواجبات نوعية وعمليات استباقية ببحث ومسح وتفتيش في المناطق الزراعية والمبازل بمنطقة جرف النصر والمناطق المجاورة الأخرى لتعقب خلايا الإرهاب وتأمين الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء وعثر أبطال اللواء على كتس للأعتداء أثناء الواجب وأن كافة المقاتليين باستعداد وجاهزية ومعنويات عالية نقوم بمسح وتفتيش قاطع المسؤولية لحماية الزوار من نصف من شعبان المبارك والمعنويات عالية وقاطع المسؤولية أمان إن شاء الله قامت قطعات اللواء المغارقة لتحميلات كربلاء وقوم الحجد الشعبي بتأمين القاطع ومسح لأجل حماية الزوار هناك عملية انتشار للواء في الشوارع والطرق المؤدية إلى المدينة المقدسة لتأمين وحماية زوار النصف من شعبان وجرت الاستعانة بأبراج المراقبة والكاميرات الحرارية والتعاون مع بقية القطعات المكلفة بواجب تأمين الزيارة الحمد لله تم القاطع بتفتيش كامل ومعنوياتنا جيدة وحفظا لزوار النصف الشعبانية رح من باشرة قطعاتنا لواء مغاوير قيادة عمليات كربلاء المقدسة بحث التفتيش في ناحية جرف النصر على الداعش الإرهابي وتأمين حماية زوار الشعبانية من مقر لواء مغاوير قيادة عمليات كربلاء المقدسة صباح الخزعلي إعلام وزارة الدفاع ترجمة نانسي قنقر